شهود ثاني كابتن ميثم في جمهورية مصر العربية ملعب الاهلي يستضيف طبعا المباراة الثانية بين الكبيرين في أفريقيا الاهلي المصري وكذلك الترجي التونسي صحيح عبد الله طبعا الاهلي لعب مباراة من العيار الثقيل في رادس بعد هذه المباراة استطاع الفريق أن يضع قدما ونصف القدم في نهاء البطولة الأفريقية الأغلب بالنسبة للنادي الاهلي وطبعا هو يمكن كرس سيطرته على نادي الترجي بتسع انتصارات الآن مقابل أربعة وثمانة عادلات طبعا رادس دائما ما تشكل عقدة لفريق الترجي ولكن مع الاهلي آخر مباراة مع الاهلي في رادس انتهت لصالح فريق الترجي وهي كانت مسألة مقلقة بالنسبة لبعثة الفريق الأهلي في بداية هذه المباراة ولكن الذي حصل أن موسيماني أدار المباراة بشكل ممتاز أدارها بهدوءة بتوازنة بصبرة وهذا ما نعكس على اللاعبين داخل الأرض الملعب نرى اليوم محصاءات المباراة تفوق واضح لنادي الأهلي في كل شيء 535 تمريرة منها 486 تمريرة صحيحة 12 تزيدة على المرموة أربع فرص محققة مهدورة أمام الهدف يعني الأهلي لو وفق في ثلاثة أهداف من هذه الفرص الأربعة ربما خرج اليوم بنتيجة ثقيلة في رادس وكانت المباراة تحصيل حاصل في القاهرة طبعا حتى في أجزاء كثيرة من المباراة كان الأهلي يستعرض كان الأهلي يستحوذ كان الأهلي يفتك الكرة بشكل سريع بحيث هناك 20 افتكاك للكرة داخل أرض الملعب مقابله دعش فقط مع العلم أن الثنائيات المفروضة تكون إلما تكون لصالح فريق الترجي وشوف الأسماع في الترجي كابتن ما يتم نعم هو يلعب سبع محترفين كان هو كان يلعب في أرض الملعب سبع محترفين ثلاث جزائرين بنغيت وبدران وولياس شتي وبالإضافة إلى اللاعبين المحترفين الموجودين من ساحل العاج وليام كوليبالي وأيضا لاعب الغاني اللي هو عبدول واللاعب الليبي اللي هو الهوني كان يلعب سبع محترفين داخل أرض الملعب الأهلي بدأ المباراة في ثلاثة فقط بدأ بالديانك ومعلول وبدر بانون ثم بوالية اشترك في الشوط الثاني يعني المعنى الذي يرد وصله للفكرة أن الاعتماد الكلي على اللاعبين الأجانب رغم هبوط مستواهم هو الذي يمكن أصبح نقطة ضعف بالنسبة لفريق الترجل لأن معين الشعباني من وجهة نظري لم يدير المباراة بشكل جيد ولهذا السبب بعد الضغوطات التي يمكن مورسة عليه بعد المباراة من قبل أساطير الترجل الكبار وخاصة طارق ذيات هذه معلومة أعطيها للمشاهدين الآن بعد المباراة كان هناك اتصالات واسعة من أساطر الهلي اليوم في القاهرة سيقوم بأربع تبديلات بأربع تبديلات مهمة جدا سيستغني عن اللعب في التشكيل الأساسي نقول سيستغني في التشكيل الأساسي وليس في مجمل المباراة سيستغني عن يعقوبي سيستغني عن اللاعب الجزائري بنغيث وسيستغني عن لاعبين نقاز وبالتالي سيشرك أربع لاعبين آخرين في أرض الملعب منهم الشعلالي ومنهم شمام لاعب المدافع اليمين الدربالي فهذه الأمور يمكن وضعت معين في مأزق بالتشكيل اللي بدبي علما أن فريق الأهلي أدار المباراة بشكل أعلى من المتوقع مسيماني قصدك مسيماني أدار المباراة بشكل جميل جدا هذا المدرب اليوم أنا أعتبره فيلسوف الكرة الأفريقية وأنا قلت يمكن في لقاء لكن انتقدت في الفترة الماضية لا 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 أنا قلت لك من أفضل المدربين لكن هو ما يلعب بشكل جميل ما يلعب بشكل جميل صحيح ما يلعب بشكل جميل ولكن لديه فريق فعال يستطيع أن يعرف كيف يفوس في المباراة وهذه ميزة اللاب حتى لو انتقدت تنتقد في جزئية معينة جزئيات معينة في المباراة بس أنا قلت لك مدرب وهذا ضربت معلم للخطيط صحيح وهو طبعا بستايله وسلوبه وطريقة إدارة المباراة هو نفع الأهلي بشكل كبير في هذه الفترة يعني حقق نتاج كبير مدرب كبير صراحة مدرب كبير حقق بطولات وحقق إنجازات يعجز عنها الكثيرون وإذا استمر بهذا الإداء يمكن سيصبح هو المعشوق الأول وسيزيح كل أساطير التدريب في نادي الأهلي ترى الأهلي المصري هو اللي يصنع النجوم المدربين صحيح لكن الفرق اليوم الفرق اليوم بين المنسماني وبين الأجيال القديمة هو ما عنده جيل ذهبي مثل الأجيال القديمة اللي كانت موجودة في الأهلي يعني الأسماء الموجودة في الأهلي صحيح أسماء كبيرة اليوم تعاقب الأجيال كبير صحيح لكن بالفترة الماضية كان الأهلي يتميز بجيل ذهبي طيب زي بشكل فردي وشكل جماعي اليوم هو استطاع من هذه التوليفة بخلق فريق فعال فريق الفعال فريق يعني جاهز لكل المناسبات بحيث أن الفريق يستطيع أن يكسب المباراة في أي تشكيلة كانت وفي أي صيغة تكتيكية كانت وهذه هي ميزة موسماني طيب كابتن ميثم نتكلم عن فريق زمالك ولكن نبغي تتكلم عن الشوت الثاني في مصر بين الأهلي والترجي باختصار شديد مباراة المقبلة شوت ثاني طبعاً شوت فاصل بين الفريقين كبيرين طبعاً المباراة هذه أنا أعتبرها أهم من المباراة في رادس لأن هي اللي طبعاً في بعض الأشخاص أو الإعلاميين في الوسط الرياض الأهلاوي أن المباراة حسمت بالنسبة للأهلي بعد فوزة في رادس وهذا كلام غير صحي غير منطقي لأن كرة القدم لا تحسم إلا بعد نهاية صافرة الحكم المباراة في القاهرة مباراة جداً مهمة وهي التي ستحدد مصير فريق الأهلي في وضع في نهاء البطولة الأفريقية الأغلب بالنسبة له على الأهلي أن يكون تركيزهم عالي أن تكون القوى النفسية في أوج عطاها حتى يستطيع الفريق اجتياز هذه المباراة أنا مثل ما ذكرت لك اليوم أن فريق الأهلي فريق الترجي سينزل هذه المباراة مختلف تماماً عن مباراة الأولى سينزل بتركيز أعلى سينزل بمبدأ الحياة أو الموت لأن المباراة هذه بالنسبة إلى الفرصة الأخيرة بعد خسارته في رادس وهناك أربع تغييرات ذكرتها إليك كيف أن الفريق سيقوم بتبديلات جداً مهمة بنزول لاعبين حساسة كذلك حساسة ويمكن لها تأثير وقع تأثير كبير على الفريق أكيد أيضاً المسألة الأهم أن هناك حملة اليوم في الإعلام المصري بعض الإعلام المصري وأنا أسميه بكل أسف أسميه الإعلام الأصفر لماذا؟ بغض النظر عن توجهاته يريد أن يشتت تركيز بعض اللاعبين بحيث أن اليوم إديانك اللاعب الارتكاز المهم والقوي في فريق الأهلي هناك على اعتبار أن هناك شائعات لكن الإعلام قوي إعلام الأهلي صحيح صحيح أنا أقول لك إعلامهم قوي وهو الإعلام الذي يجب أن يحشد كل شيء للرد على هذا الإعلام الأصفر لأن هناك أخبار تقول أن إديانك سيذهب إلى ألمانيا إديانك سيذهب إلى اليونايتد وكشافين من اليونايتد سيأتون لمشاهدة في هذه المباراة وبالتالي يريدون أن يشتتون تركيز اللاعب وهذه كلها أكاذيب أنا أقول اليوم لجمهور الأهلي وللعبي الأهلي ولإدارة الأهلي أن هذه كلها أكاذيب وغير صحيحة أن اللاعب لم تأتي عروض رسمية من أي فريق وأنه باقي مع الأهلي أن عقدة ينتيه بـ 2025 وبالتالي موضوع مع الأهلي والعقد لا يسمح إلي بالتفاوض مع أي نادي بغير بعد إلا بعد موافقة الأهلي وأيضا هناك أخبار تقول أن لاعبي محمد شريف وغير محمد شريف هناك أيضا في عقود خليجية مغرية لإستقطابهم وهذا مثل ما قلت لك هذا مجرد تشتيت لتركيزهم قبل هذه المباراة إذن على الأهلي أن يركز ورسالة الخطيب كانت واضحة أمس باللي أعطاها لسيد عبد الحفيظ واللي ألقاها على اللاعبين واللي لابد أن يركزوا بكامل تركيزهم وأن تكون الحالة النفسية لهم بأعلى مستوها لكي يخوضوا هذه المباراة في القاهرة وطبعا من سنتين فريق الأهلي لم يلعب أمام جمهورة الأهلي كان الأهلي المصري عمل بكل رقي وبيكسمه بحيث لم يشكوا كإدارة نادي الترجي بعد الأحداث التي صارت في أحداث مؤسفة أحداث مؤسفة لم يقدم شكوى للكاف وبالتالي تبقى العلاقات الأخوية بين الترجي والأهلي علاقات كبيرة إدارة الخطيب إدارة أسطورية على أعلى مستوى مثل ما كان لعب مثل ما قلت لك في أرض الملعب اليوم يتعامل مع كل الأوضاع بشكل جنتلمان يضع النادي الأهلي دائما في المقدمة في كل شيء دعب أسطوري طبعا